ينضم إلينا عبر سكايب من بكين الأساذ نادر رونج الكاتب والباحث السياسي أساذ نادر يعني يقرأ غربيا دوما أنا الصين الآن في خط واحد وخط مساعدات وخط دعم ليس سياسيا فقط وإنما ربما يمتدي ذلك إلى مسائل لوجستية أخرى مع روسيا فإذن هل بكين يعني تنسحب جزءا فجزءا إلى مواقف أكثر ربما قربا من موسكو أهلا ومرحبا بكم مواقف الصين بابتجاه أزمة في أوكرانيا دائما ومستميرا ولن يتغير وهو أن الصين تحوط جميع الأطراف على وقت لاغ النار وبدل المقاوضات وحل الأزمة عبر الحوار ومقاوضات والصين دائما تقيد على جانب السلام والحوار فلذلك الصين لن تقدم أي أسلحة لأي طرف في هذا النزاع وتعتبر ذلك التسعيد لا يساعد إلى زيادة التسعيد في الوضع وأن الحوار والتفاوض هي السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الآن هناك عقوبات غربية كثيرة على روسيا وهناك ربما عقوبات أمريكية أيضا على الصين أو ربما تضييق اقتصادي على الصين هل في هذه الحالة التقارب منطقي بين بكين وموسكو فيما يخص تخفيف الضغوط الغربية بشأن هذه العقوبات طبعا هناك التعاون صيني الروسيا بلا صف وفيشات المجالات ولكن هذا التعاون لا يستهدف أي طرف الثالث وكذلك هناك مواقف متشابهة بين الصين وروسيا في كثير من القضايا الدولية وكذلك الصين وروسيا تأريدان الحيمنة وكذلك تدفع التطور العلاقات الدولية إلى أكثر أعدالة وتعددية فصين وروسيا تعملان على بناء تدخل العلاقات الدولية في إتجاه التعددية وليس أحدية بالطرف ومعرض الحيمالة الأمريكية سيد نذر هناك اتهمات غربية دوما لبكين بأنها ربما ستذهب إلى تشليح روسيا على الأقل بطائرات مسيارة وهناك تقارير تتحدث عن طائرات أقل حجما أكثر تأثيرا أكثر قدرة على المنورة طائرات ربما على النموذج الإيراني الذي تتهم إيران بتقديمه إلى روسيا هل يمكن أن تذهب بكين بالفعل إلى أن تدخل ربما بشكل أكبر في تعاون عسكري أو دعم عسكري لموسكو وهو ما يرفضه الغرب طبعا الصين لا تريد تسليح أي دولة أو أي منطقة أو ترى صين أن التسليح لأي منطقة في العالم سيزيد المخاطر أو يدر بالسلام والإستقرار إكليميا وعالميا كذلك وأن التامية المشتركة والتطور المشتركة للبشرية تحتاج إلى بيئة دولية ملائمة والسليم وبيئة دولية مستقرة فلذلك تسليح أي دولة سيحدد السلام والاستقرار في العالم وكذلك لا توجد أي أدلة تثبت أكوال الولايات المتحدة أو أن هذه الاتحامات للسن ليس لها أي أساس من السحة لكن في هذه الأزمة أستاذ نادر يعني بيكين هي الأقرب ربما تعاونا مع موسكو وتضح ذلك ربما في المواقف في مجموعة العشرين دعمت بيكين كثيرا الموقف الروسي وربما كان ذلك أحد أسباب عدم الخروج ببيان ختامي لهذه القمة فبالتالي هناك مجال أوسع ربما للتقارب وهذا يغضب الغرب وربما أيضا يغضب الولايات المتحدة ويذهب بهما إلى عقوبات أشد على بيكين ففي هذه الحالة كيف سيكون السيناريو الصيني تقارب أكثر مع روسيا مثلا أم ربما تليين للمواقف مع الغرب طبعا بنسبة إلى أسلحة الصين لا تقدم أسلحة لأي طرف وثم أنما التعاون الاقتصادي فهذا التعاون ستزداد وتتطور بسرعة وكذلك الصين تعرض أي أقوبات على روسيا أو أي أقوبات المفروضة أو حدية الترف وترى صين أن هذه الأقوبات لن تحول المشاكل بل تزيد معاناة ليس لشعب هذا البلد فحسب الشعوب في العالم كله يمكن أن نرى أزمة الطاقة وأزمة الغذاء الناجمة عن هذه الأقوبات على روسيا وكذلك تدر بالمصالح للشعوب دول الأوروبية كذلك هناك إبتفاع كبير لأسعار مختلفة السلع في أوروبا وفي النهاية سيتحمل العالم كله هذه الأقوبات فلذلك الصين تعرض أي أقوبات المفروضة أو حدية الترف وكذلك الصين ستتأخذ جميع الإجراءات للدفاع عن مصالح الجوحرية لها وكذلك مصالح الشركات الصينية أستاذ نادر الصين قالت أن الولايات المتحدة هي أكبر تهديد نووي وهي ترفض في كل الأحوال أي إكرهات على القرار الصيني هل تعتقد أن ما زلنا في مراحل ربما لن تصل أو لم تصل حتى درجة الحدة في العلاقات بين بكين والغرب والأولاد المتحدة أم ربما هذه المسألة ربما يتم طبخوها على نار هادئ حتى نصل في النهاية إلى مواجهة قد تكون شاملة في حالة لا يتمنها العالم طبعا الصين تقول أنه لا يوجد أي فائزة في أي حروب في العالم طبعا الصين لا تريد المواجهة مع الولايات المتحدة ولكن هناك ضغوط كبير الولايات المتحدة تقوم بإحتواء الصين بكل ما في وصعه وفي كل المجالات وما زالت تتمسك في فكرة الحرب الباردة والمجابهات بين مختلف الكتل أو مجموعات والتحالفات فهذه الفكرة ستحرك العالم إلى وضع خطير مثلا جهودها لتسعيد في أوكرانيا والفتال أيضا سيدفع روسيا إلى استخدام قواتها أو أسلحة بشكل أكبر وإلى المواجهة أكبر فلذلك مثلا أيضا بيئة أسلحة تايوان أي تسليحة تايوان للفتال مع ضر الصين الرئيسي وكل هذه سيدحو العالم والمناطق المختلفة إلى خطر الحروب والصراعات مفتوحة لذلك الصين تحوث على الولايات المتحدة التوقف عن تسدير ثقراتها المواجهة والمجابهة وتوقف عن ضرب الدول الأخرى ويعادة العلاقاتها مع الصين في تطور صليم والعمل مع مختلف الدول لتعاون ومن أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في العالم والاستحار المشتركة للبشرين أشكرك ضيفنا من بكين الأستاذ نادر رونغ الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك